أرحبكم السلام أستاذ رامي عيسى السلام عليكم، شونك عيني؟ حياك الله يا أخي، تفضل، سني أم شيعي؟ والله يخليك لا لا أنا شيع وياك علي من العراق مرحباً يا علي، بتطبر على الإمام الحسين يا علي؟ ورحمة نديك نعم بتطبر على الإمام الحسين؟ لا لا أنا ما أطبر، بس مجرد السؤال أردسيلك وممكن تجاوبني علي بصراحة يعني تفضل بس ممكن ما أتقاطعني طبعاً، وتجاوب اللي تريده، تمام؟ تفضل احنا طبعاً أنا نصاعد ياك للنقاش، لا أكثر أنت جاي تلوم الشيعة لأنه يطبرون أو يلطمون على إمام الحسين، ابن بنت نبيه، رسول الله، صح لما أنا غلطاً إرفع صوتك يا علي، إرفع صوتك شوي يا علي أنت جاي تلوم الشيعة لأنه يلطمون على ابن بنت رسول الله، صح؟ ما أنا غلطان نعم، صحيح زين، شنو رأيك بالديانة الهندوسية، أو أو هاي الكيانات اللي يعبدون البقر، أو اللي يعبدون الأصنام، اللي بالهند وغير الهند، شنو رأيك بهم، ليش ما تحاربهم، ليش ما تطرق لهم، يعني يعني تلوم اللي يلطم على بنت نبيه رسول الله، مو له أنا غلطان نعم ما تخلص، قولي علشان أجيبك، وممكن أستمع لك أجيبني على هذا السؤال، أجيبني على هذا السؤال، خليك على الخط معي أجيبك وأسمع مني أوكي، ايه، حقيقة ضيفنا علي بيقول لي يا رامي عيسى بتمكر على اللي بيلتمه على الإمام الحسين ويتبره ويفعله مثل هذه الشعائر وسايب الهندوس اللي بيعبده البقر وما شبه ذلك، أول حد احنا من ضمن إنقارنا على الإمامية الإثنى عشرية هذه الشعائر اللي أدخلوا على الإسلام ونسبوها للإسلام وقالوا وما يعظم شعائر الله على هذه الشعائر فديت كذب على الله وابتدع في الدين وأذية للنفس، فنحن بننكر عليهم وبننكر لهو أشد من ذلك صرفهم للعبادة لغير الله تبارك وتعالى كدعاء الأئمة وأن الأئمة يتحكمون في القون والوقوع في الشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى طب يا رامي ما هم عندهم كل ده، ليه سايبهم، ليه بتتكلم عنهم مسايب الهندوس، صح؟ مش ده سؤالك؟ سايب الهندوس والبوذية وما شبه ذلك، صح؟ نعم، 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 إجابتي النبي صلى الله عليه وسلم إما دعا مشركه كريش وكانوا بيعبودوا الله وعزة وهبل، وكانوا عنده صنم في البيت يعبودوا وما شبهتين والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إليهم الدين، هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نا، ده كان بيخرج في الأمصار يدعو هنا ومبشر بسقوط إمبراطورية قصرة وإمبراطورية قيصر وهؤلاء الذين كانوا يعبدون المسيح وهؤلاء الذين كانوا يعبدون النار وصار الصحب والآل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونشر التوحيد لو كان بقى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو الصحابة اللي آتوا من بعد وقال البيت قالوا لا احنا مش هننشروا بإسلام، احنا ملناش دعوة يا عم، سيبهم اللي يعبدوا كان زمان أنا في مصر بعبد أي شيء الآن غير الله تبارك وتعالى، بعبد أصليب، بعبد أي بقرة، بعبد أي كان زماني في مصر لو لم يصل إلينا الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب وأنت الإسلام دوة وصل إليك بالفتوحات في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه فلو لم يصل إليك الإسلام أنا الذي كان سيوصل لك هذا الإسلام ففي عهد عمر فتحت العراق، ومصر، والشام، وليبيا، واليمن، وفلسطين، وإيران كثير من الدول فتحت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فماذا لو لم يصل إلينا دعوة الإسلام؟ فإحنا مين اللي قال لك إحنا ما بندعوش هؤلاء خش ادخل الآن بفضل الله تبارك وتعالى صفحات أهل السنة والجماعة، تحور الملاحدة صفحات أهل السنة والجماعة تحور البوذية، صفحات أهل السنة والجماعة تحور الهندوس صفحات أهل السنة والجماعة تحور النصرانية، صفحات أهل السنة والجماعة تحور اليهودية صفحات أهل السنة والجماعة تبين للشيع الاثنى عشرية الحق فإحنا الحمد لله لم نتوقف يا علي وبنبين حق الجميع ولنا طلب منه أنت زين سؤال سؤال بالأمر علي أنت ليش يعني ليش هذا الفعل بالشيعة شن السبب؟ أريد سبب قئيسي أو سبب مقنع بص يا علي ما تركوا شيء إلا وطعنوا فيه يعني أنا تحديت علماء الإمامية أن يأتوني بشيء يحبه الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطعن فيه الشيعة عندك شيء ربنا بيحبه أو النبي وإنت لم تطعن فيه أو معتقدك لم يطعن فيه من اللي يطعن به إنت اذكر لي شيء الله يحبه وأنت لا تطعن به مثل شنو بس وضح لي على مباشرة أي شيء سواء آل البيت تعنتم فيهم الصحابة تعنتم فيهم الكرآن تعنتم فيه الأنبياء تعنتم فيهم إحنا اللي تعننا بآل البيت؟ نعم والله اذكر لي أحد من آل البيت وأنا أجل لك تعنكم فيه أوكي عن علي علي رضي الله عنه جاء في الكتاب تفسير الكم لعلي بن إبراهيم الكم إن علي رضي الله عنه قيل أنه هو البعودة في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة قال البعودة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طال ده رقم واحد في التفسير الكم اسمعني بقى في كتاب الكافي اسمعني يا حبي اسمعني بس أبيننا في كتاب الكافي لمحمد بن يعكوب الكليني ذكر أن الإمام على اختص الفرج ابنته ولم يستطع الدفع عنه ولم يدفع عنه مع إنه كان معه لا يتكونيه كتاب سلم بن قيس يقول إن جروا الإمام ووضعوا الحبل الأسود في رقباته محمد بكر المجلسي في بحار الأنوار يقول جرة كالجمل المخشوش هذه بعض الأشياء اسكر لحد تاني من قال البيت وأنا أجيب لك الطعن نعم أوكي انتم لأ بقى قبل أن انتم والحاجات دي لا تذكر لحد التاني من قال البيت وأنا أجيب لك طعنكم فيه فأنتم ما طعنتوا لذلك احنا بنحاول نبين له بالحق كل شيء يحب الله أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم تان في الشيعة تان في سحابة النبي وتان في أزواج النبي وتان في آل بيت النبي وتان في القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتعن في أمة النبي الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ودول يقولون هذه الأمة أقصرها أولاد زنا أولاد ضغاية والبغية هي كثيرة الزنا ما تركتم شيء إلا وطعمتم فيها على مين من أجلك إحنا بندعوكم للحق ونريد أنه بين لكم الحق يا علي خلاص وصلت في كرتك شكراً لك يا علي وانتم هم قلتوا على رسول الله أنه قال لواقفاً نعم والسستاني قال لا بأس بالبول واقفاً وعندك في كتاب الكافي أبي عبد الله عليه السلام سؤل عن البول واقفاً قال لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم مر بصبات قوم وصبات قوم هذه ما كانش فيه في البيوت يا علي علشان فأهمك روال إذا الدول صار بيقولها على طول حمير اللي شرشاره الزبط التحقيقات ما كانش فيه في البيوت يا علي أماكن لقضاء الحاجة زي ما موجود الآن فكانوا بيخرجوا في الخلاء يعني يجدون حاجتهم والنبي صلى الله عليه وسلم مر بصبات قوم مكان فيه قذرات فالنبي صلى الله عليه وسلم لو جلس قد يتأذى مما في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتأذى مما في الأرض من القذرات ما كانش فيه حمامات زي ما قولك بس أنا عندي سؤال لك يا علي هل بول النبي نجس يا أخي نبي نبي أنت أيها النبي نبي وعندك أبي عبد الله إمام إمام قل بأس للرجل أن يتبول وقفك والسستاني سؤل وقل بأس أن يتبول وقفك لكن المسيمة الأكبر والأطم عندك إن في كتاب في كتاب الرضا والرواية موجودة في كتاب عيون أخبار الرضا أهوت في كتاب عيون أخبار الرضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت زايد بن شرحيل الكلبي في أمر أراده فرأى امرأته تختسل فنظر إليه وقال لها سبحان الذي خلقك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كتاب هو كتاب في عيون أخبار الرضا للشيخ الأقدم والمحادث الأكبر أبي جعب النبي دخل بيت واحد صاحبه فملأش صاحبه في البيت فدخل لأى امرأته تختسل والنبي عندكم يعلم الغيب وعلم مكانه كان يعلم أنه سيدخل يرأه فأعجب بهذه المرأة عياذا بالله هي زينب عياذا بالله والله الملاحدة يمكن ما قالوش ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال سبحان الذي خلقك غزلها النبي في دينك عياذا بالله فجات فحكت لزايد ألا تشيخ لك عجبت النبي فأنا لابد أطلقك وروح شفتم القذارة التي تصفون بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله يقول لأ كلهم أننا يغدوا من أبصرهم ويعفظوا فروجهم وكل مؤناد يغددنا من أبصرهيين ويعفظوا ده ده تعني واحد في النبي صلى الله عليه وسلم عندي لعلك يعلي تبحث عن رسالة الدكتوراه عندي اسمان موقف الش Workingman المنبياء الله ورسله ومعجزاته وانظر إلى سلسلة كاملة اطعن في خلق النبي صلى الله عليه وسلم اطعن في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اطعن ويكفيكم تعنا أنا قمت عنتم في صحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الله يهديك يا علي جاء أحصل منك ما جاء أحصل منك إجابة مقنعة شكرا يا علي مش مهم يعني المهم الشيعة حصلوا إجابة مقنعة وبن لهم الحق لماذا ندعو الشيعة ولن تجيب في شيء للأسف بيرسلكم دلدول سارة حمير المشارشار من أجل أن تلقوا شبهات وهو إن كان رجل يقبل المناظرة وكلها شبهات وهي يا علي لكن أنتم لماذا هذا المعتقد مخالف القرآن الكريم بالله عليكم سمعتم من علي من ساعة ما تكلمنا آية من القرآن الكريم شفتم المكالمة كانت قد إيه سمعتم آية واحدة من علي من كتاب الله تبارك وتعالى للأسف استطاعهم يشغلوهم يعني بالشبهات ويبعدوهم عن كتاب الله ويقول لهم نحن مأمورين بالتمسك بالثقة للأكبر وهم لم يتمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى كان معكم علي من العراق من أدبع تردول سارة أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من قروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصل لك كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر